بسم الله الرحمن الرحيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع الكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاهم بنميم منع للخير واعتد الأذين عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا ماله وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على القروم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين وإذا أصحاب الجنة فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصارين فتنادوا مصبحين أم اغدوا على حرثكم إن كنتم صاربين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسئين وغدوا على حرث قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقلنكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتناومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغمين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان عليها بانغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهموا أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصار ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فظري ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأبلي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرب من مثقنون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكضون لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنون فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ويقولون أن الناس سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين فهولة فجيتبونه من ربه لشيء اشتركوا في القناة